خلينا كده نفكر في شهر رمضان ويعني عين كده على الشارع المصري الشارع المصري خلال 14 يوم أو 14 يوم أجمل من بعض في الشهر الكريم هتلاقي حاجة لطيفة جدا في الشهر استقبال الشهر للمصريين يعني يمكن يعني هذا العام كمان كان فيه استقبال ما بين التكافل والطراحم هتلاقي وقت الفطار ده ده أحلى وقت يمكن في اليوم بالنسبة للمصريين المصريين كلهم بيبقوا تقريبا في نفس الوقت بيقدموا التراحم والتكافل بشكل كبير لو انت ماشي على أي طريق سواء داخل المحافظات أو على الطرق السريعة هتلاقي مين يوقفك من أهل بلدك هتلاقي البلح الملفوف في كيس هتلاقي مية هتلاقي عصير ولازم يوقفوا عشان يوقفوا العربيات قولي مين ده ممكن يكون موجود في أي بلد في العالم بس هنا في مصر فيه كده تكافل وتراحم والشباب زي الورد وقفين اللي شايل حاجات واللي شايل بوكس واللي بيحاول واللي بيساعد واللي عايز بس يتطمن عليك انك شربت بقق مية وانك فطرت طيب لما احنا كده حلوين والتكافل والتراحم والشكل الجميل ومواقض الرحمن والمبادرات اللي مفيش أجمل منها لازم ناخد من روح الشهر ده ونكمل نكمل يعني عدينا كتير ونقدر نعدي أكتر شهر كريم الشارع المصري يتزين بالرحمة والمواد ده في أجمل شهور السنة رمضان اشتركوا في القناة